موسيقى الثالث عصرا بتوقيت القاهرة موجز لآخر الأخبار من قناة أهلا بكم البداية هو حيث شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار توفير الخدمات والرعاية الكاملة لمتحد الإعاقة وخلال ترأسه لاجتماع الحكومة الإسبوعي شدد مدبولي على سرعة العمل لإنهاء مشكلات ومطالب المواطنين بمحافظات الصعيد على أن يتم العمل على سرعة حلها كما طلب رئيس الوزراء ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات وتأهيل وتطوير المستشفيات أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أنه طلق رسالة من رئيس الجمهورية بالاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحث الطبية الإكلينيكية وخلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس أكد عبد العال تلقيه ثلاثة اختارات من وزير الداخلية عن وفاة ثلاثة من أعضاء مجلس النواب عربيا عما إضراب شامل مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطين الأونروا في قطاع غزة وذلك احتجاجا على سياسات المنظمة الأممية وتقليص خدمتها وأعلن رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا أمير المسحال على استمرار الإضراب الشامل في مؤسسات الوكالة الأممية بالقطاع اليوم وغدا قال تجار أوروبيون إن وكالة إغاثة تابعة للأمم المتحدة اشترت في الأونة الأخيرة نحو خمسين ألف طن من قمح الطحين لشحنه إلى اليمن ومن المتوقع أن يتم شحن القمح في ديسمبر من ميناء كونستانتا الرومانية هذا وتوفر الأمم المتحدة إمدادات إغاثة كبيرة لليمن مع استمرار الأزمة اليمنية والمواجهات المسلحة مع الميليشيات المدعومة من إيران أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس عن زيادة عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في سوريا مشيرا إلى أن الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ما زالت شقة وخلال مؤتمر صحفي مع نظرها الأمريكية اعتبرت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن برنامج إيران للصواريخ الباليسية النووية يمثل تهديدا وأن نفوذ إيران في الشرق الأوسط مبعث قلق كبير لبلادها لقي أربعة وثلاثون مهاجرا حتفهم جراء تحطم سفينة غرب البحر المتوسط في حادث نجى منه ستة وعشرون آخرون جاء ذلك وفقا لتصريحات وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة عن البحرية المغربية ووكالة إغاثة إسبانية والذين أكد على صعود ستين شخصا على متن السفينة قبل حادث تحطمها قرر المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم الإعلام منع بث برنامج مساء بيرامتزا المذاع على قناة بيرامتزا الفضائية لمدة خمسة عشر يوما وذلك لما تضمنه البرنامج من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير كما قرر المجلس في ذات السياق منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام أكدت شركة بريزنتيشن رياضية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن لها الحصول على كامل حقوقها وذلك عقب فسخ شركة صلة التعاقد بشأن شراء حقوق بث 44 مباراة من الدور الممتاز وأكدت بريزنتيشن أن شركة صلة لم تلتزم من اليوم الأول ببنود التعاقد خاصة ما يتعلق بالدفعات المالية المقررة بالعقد اختم الموجز إلى أن نلتقي كونوا بخير